يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكي أنا على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد الساعة 7 مساءنا النهاردة هو مساء الوطنية مساءنا النهاردة هو مساء الانتماء والاعتزاز ببلدنا حلقة النهاردة حلقة عزيزة جدا على قلبي وعلى قلبي كل مصري بيحب بلده وحاسس بالانتماء ليها ولتربها وعارف ومقدر عظمتها على مر السنين احنا النهاردة في يحكي أنا هنتكلم عن هويتنا المصرية اللي أكيد كلنا بنعتز بيها ولما بنروح أي مكان ونعرف نفسنا الأول مرة بتقول اسمك بتقول سنك بتقول عنوانك بتقول خبراتك وبتقول مؤهلاتك وكمان بتقول إنك مصري مهم جدا زي ما أنت عارف كل المعلومات دي عن نفسك تبقى عارف كمان يعني إيه أنت مصري ومين هي بلدك وعملت إيه بلدك وإيه هو تاريخها وإيه هو اللي قامت بيه على مر العصور وقد إيه مصر عظيمة بشعبها العظيم اللي بيرفض الظلم والاحتلال ودايما كان بيدافع على الأرض ولو هيدفع التمن حياته مهم جدا كمان الأجيال الجديدة وبالذات الأجيال الجديدة اللي بتقضي وقتها أو معظم وقتها على السوشال ميديا تفهم إيه اللي بيحصل وتعرف حقيقة اللي بيحصل من مصادر موثوق فيها زي مثلا اللي بيحصل في غزة وإيه هي القضية الفلسطينية وإيه هو دور مصر في مسندة القضية الفلسطينية وتاريخنا في مسندة القضية دي كان عامل إزاي عشان دايما يكونوا بيعتزوا بمصريتهم وبعروبتهم ويفهموا تاريخهم كويس عشان كده إحنا النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن هويتنا المصرية وإيه هي أهم الكتب اللي اتكلمت عن الهوية المصرية وتاريخ مصر والانتماء وإزاي كمان كتابنا ممكن يكتبوا في الموضوعات دي وخاصة باللغة المناسبة للشباب بالطريقة البسيطة اللي نقدر نوصل بها المعلومة بشكل محبوب للشباب وتكون كمان قريبة منهم وهل الأحداث اللي بتحصل في غزة دي دلوقتي ليها تأثير على الشباب؟ أيوة ليها تأثير على الشباب عايز أقول لكم أن المبيعات بتاعة الكتب الخاصة بالتاريخ والخاصة بالقضية الفلسطينية والخاصة بتاريخ مصر زادت بشكل كبير جدا خلال الفترة دي كتب التاريخية بكل أنواعها ويمكن ده اللي هنتكلم فيه النهاردة كمان مع الكاتب واروائي أستاذ عمر العدلي والكاتب الصحفي الشاب الأستاذ محمد أبو ليلى اللي كتب كتاب جميل وهو كل رجال السويس من أسرار عن الفدائيين وحرب أكتوبر ومعارك الاستنزاف وغيرها وغيرها من التفاصيل